السلام عليكم يا جماعة اليمن شاء راح يكون عندنا مقطع جديد اليوم بذلال في هذا المقطع راح يكون عندنا لعبة السفر الطويل لكن بلعبة جديدة بنفس الفكرة هزال اللايك واشتراك معنا في القناة وخلنا ابتدي مع بعض يا جماعة في اللعبة نيو جيم وخلنا نشوف فكرة اللعبة مفروض اللعبة تكون مثل السفر الطويل نفس الفكرة يعني بس برسم مختلف وفكرة مختلفة سلام عليكم اوكي شنو هذا بيتنا ايوه حلو والله اوه في اغراض خلنا نشيلهم معاننا بعض الأشياء خلنا نشيلهم معانا يا جماعة أول تجربة بالنسبة لللعبة فأنا مفعليا ما أدري شون الفكرة الأولية بالنسبة لللعبة فألوت لاحظون تحهد على اليسار عدنا باين نحن عدنا الصحة والطاقة والشرب تمام؟ أو الأكل يمكن معاه في نفس الوقت يا جماعة في عدنا السيارة هذي موجودة طبعا سيارة نحتاج أن نحن نركبها مثل لعبة السفر الطويل فخلنا ناخذ هذا على طول واخذنا المحرك خلنا ناخذ هذا ناخذ الباب بس كيف راح أقدر أن أركبهم صراحة ما أدري ركبت الموتر ثماني كيف أقدر أن أركب الأشياء أنا حين أخذتهم معاي حرف الآي يفتح الإنفنتوري أخذ الباب أتوقع بهالطريقة وركبه لا هنا يركب ركبه تمام الشي اللي بعده بسكر الباب حاليا خلنا نروح لمقدمة السيارة نفتح الإنفنتوري نشيل المحرك حقنا والركب على طول في هذا المكان ولازم نتوقع أن نتبه للبنزيم للأشياء هذي بعد نفتح الإنفنتوري حقنا ناخذ هذه بعد ونركبها على طول في هذا المكان فركبنا الحين القطع كامل خاصة بالسيارة سكر على طول نزينا حين وين الشارع وين نازم الروح في أشياء سيد لا تمشي لا تمشي خذ هذا هذا في بنزين أقدر آخذ البنزين وحطه عندي هنا أنا ما أدري أنه في عندي بنزين أوه تواني يا سيد خذ مترك كيف أشغل السي آه ما في بنزين ما في بنزين آه ما في بنزين في السيارة فإذن أنا أتوقع أني لازم أفتح هذا وأجيب البنزين اللي إحنا خلينا أصلاً داخل السيارة وهو هذا خلنا نجيبه ونحط على طول هنا ونعبي الموتر شوي شوي تمام نقدر نعبيه خمسين لتر حلو طبعاً إذا عجبتكم يا جماعة اللعبة ممكن إحنا في المستقبل نسوي لها سلسلة كاملة في القناة تكون طبعاً في القناة الرئيسية أقصد آآ فممكن نحن نسوي لها إذا إن شاء الله عجبتنا وطلعت اللعبة فكرتها حلوة فعدنا هذيلا هذيلا بنحتاجهم أكيد كلهم بنحتاجهم عدنا محرك كبير ما أدريش راح نستفيد فيه إطارات إطاراتهم تمام واللي بين إطاراتهم تماماً يا جماعة فأنا بحاول أشيل بعض الأشياء اللي عدنا بيكون جداً مفيد نحن نأخذهم زيوت وغيره محرك هذا ما ذي لما نستفيد منه ولا لا خلنشيل بطارية السيارة توقع فيها بطارية وعدنا أربع أوكي في إطارات بحاول أشيي صراحة الإطارات ضروري أحق باب والله ترى شلت أشياء كثيرة أنا الفنتوري حقنا كبير يعني ما أخفى عليكم يا جماعة كبير خلننشيل بس أشياء الأكل بخليهم عندي مسدس أحتاجه بعد أنا هذا خلننحطه في السيارة أشياء اللي حسه هناك هناك كل السيارة هذي أشياء اللي عدنا هني فالمسدس خلى معاك يسيي خلى رقم واحد بعد هاي ما أعتقد هذا مهم يعني الأكل قلنا منخليه في الإنفنتوري هاي أشياء السيارة خلى هني جيب السناكات جيب الأكل أتوقع بنيقدر نشوي بعد حطها ذيالي في السيارة انزين السيارة تحتاج إلى زيوت أشياء ولا كل شيء تمام المفروض أوكي البطارية فيها طاقة كل شيء تمام كل شيء تمام يا جماعة انزين من وين راح نمشي أتوقع أن احنا منمشي أخوان من هذا المنطقة أوكي بلد تمطر أعتقل اللعبة هذه فيها تفاصيل أكثر من اللعبة اللي احنا معتالين عليها لعبة السفر الطويل فلهذا ممكن اللعبة تعجبنا يا جماعة بشكل أكبر من اللي احنا معتالين عليه بعد حطها في الإنفنتوري الخاص فينا مو مشكلة خلصنا هذه ماذا لنستفيد منها ولا في إطار كبير أوه ما قدرها ما قدر أخذها معاي وهي ما قدر أخذها معاي المهم تعال هنا اشتغل الموتر يا جماعة بشركم خلنا الحين نطلع ونحرك في هذه المنطقة ست جو انزين طبعا لعبة السفر الطويل كلكم تعرفون نظامها نحن نمشي في مسافة طويلة لين يوصلنا شيء ونروح لها بس دقيقة كأني أشوف أشياء أنا هناك شنو هذا الشيء الأحمر اللي موجود في الشارع مش هذا what ما أدري بس أتوقع إنه ممكن نترسب نوحوش خلنا حاول أكمل طريقي أوه ما سكرت حق البنزين المفروض أنا سكر صراحة بس ما ما سكرت هالمرة وراح نمشي صوت اللعبة ليش راح ألوه لعبتنا ألوه مش الموضوع يا جماعة لعبتنا قاع يروح الصوت حقها ما أدري ليش خلنا نكمل طريقنا ونشوف وين راح نقدر نروح المفروضة حين الصوت يكون تمام يا جماعة فخلنا نكمل طريقنا وبعد نحاول نشوف يمين يسار اللعبة المفروض يكون فيها أشياء أكثر من اللي احنا معتالين عليه طبعا في الألعاب الثانية ولو تلاحظون على اليسار تحت يبين عندنا البنزين يبين عندنا الماء حق السيارة يبين عندنا كل أشياء الخاصة بالسيارة وكيف وضعها أنا ما كاني أوه قاعد نشوف شي يا جماعة شفت قرية موجودة هناك خنحاول نجرب من نحنا نروح له ما اروح ما اروحيني وشتوت أنا والله والله مادري بس اتوقع يا جماعة اني صدمت صدمت شجرة اتوقع اوه كيف اطف الموتر كيف اطف الموتر البنزين بنزين يخلص علينا كيف اطف الموتر كليل كيف اطف المو وين ال ما فيك انترول خبرني يا اخي كيف اطف الموتر كيو 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 بس يغفرنا نوجي السيارة في مكان ممتاز هني واقف طف الموتر ونزل من السيارة وين رصاصي الرصاص وين مبين وين الرصاص صلوه ما قليع شواء رصاص لا اقول غيرها انا شايف رصاص كثير كان عندي هيال شكل يا جماعة منطر أن نرجع البيت لما مأم ان في زونبي موجودين شكل يا FIN اططرا رجع البيت ما في رصاص، أوه بطارية عندنا بطارية هني أنا شفت رصاص كثير كان عندنا في البيت هاي رصاصة هاي رصاصة، حصلنا سبعة طلقات يا جماعة بقيقة بس بلع كم طلقة يحتاج؟ يا عمي كم طلقة تحتاج؟ هلو أخيرا طلع لي شيء بس ما دري شنوه بفتح لو حصل لي بكاكس بس سنجد لي شفايلتهم أنا جمعت لي مجموعة من الصناديق حرفيا ما دري شنوه فايلتهم رصاصي وين؟ كان عندي رصاص كثير تقريبا في البيت أخوان صح ولا لا؟ صلحوني لو كنت غلطان هات هذا وأنا خايف أرجع وما كان فيه لا ما كنت أتخيل أنه متأكد أنه كان فيه رصاص تبع شمس ما أدري شنو فيه لها فايدة وفي الغالب أن نحن منقدر نبني أشياء أو نصنع أشياء فيه شي تحت إني أخدته هذه ما أتوقع لها فايدة فيه فيه إطار إطار ثاني شكلي بأسحب عليهم يا جماعة شكلي بأسحب عليهم طلقة واحدة ما تفيدني وهذا حقها أرجع والله يا جماعة شكلي بأرجع فيه عندنا هذه أتوقع بتفيدنا في أننا سنقدر نحرث صح ولا لا يا جماعة خلنا نجرب بس دقيقة نشوف ويضرب فيها بلع 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 خذ 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 أوكي خلصت عليه طلع لي هذا الشيء أنا ما أدري شنو أصنب ببساطة أم هو المفروض أنها يطلع لنا أكل ما تحسون يا جماعة المفروض أن يطلع لنا أكل بس ما أشوف أنه قاعد يطلع لنا أكل للأمانة ففي شيء بعد أتوقع أن هاي الأشياء اللي موجودة حاليا في هذه القرية افتعوني ما في شيء المنطقة هذه فيها أشياء في بس شيء تحت ما أدري شنو فايلة هذا الشيء هيتشتغل لا أوه اش تويت أسير اش تويت شون قال الشيء البئر البئر شون إن شاء يا عمي أبشرب ماي ممكن أوه معاي إضاءة هكايك تحلم من دوري حقك أنا هذا ما أدري شو أضعه لا أسمعك أسمع صحي لا 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 بدون راكب بدون راكب أكفى موت يا كريم أنا أقدر أتعامل مع الموضوع بالشيء هذا اللي موجود معاني لحالة يعني بس يضل الموضوع غريب شوي أفكر أرجع بس أحس قرار خاطئ فشكلي يا جماعة بطرنا أنا أشوف وضعي وأرجع للبيت بالذات إن إحنا ما مش هنا مسافة كبيرة بس للأسف الشديد إن إحنا راح نخسر بنزين ما كان لداعي كان مفروم نحن نحافظ على البنزين هذا قد ما نقدر بس بنطرح نرجع علشان نتأكد إذا في蒼 cons في شاء ألا 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 أتوقع جماعة أول ما يبتلي الوقت يعني شوي يغرب معانا راح يبتلون زومبي يركضون شوفوا الزومبي راح يبتلون يركضون فلهذا لازم ننتبه شوي منهم فانحين بس خلنا أرجع للبيت نعين من الله خير ونشوف كيف راح تكون الأمور معانا الشي الزين بعد أن أشغل اللي ضاعه على طول ولاحظتم شيء وكاننا في بيت هناك إيه وكاننا في بيت هناك جماعة ما أدروا بيت ولا صخرة ولا شنو وكاننا في بيت هناك وعلى طول لقينا أشياء طف الموتر ونزل السلام عليكم إيه والله أنا قايل في رصاص كثير لقيناه نزل هذا نزل 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 نم نزل نزل هات الرصاص كله أنا قايل عندنا رصاص كثير وين راح زين نحن لقينا المهم أقدر أنام إيه والله أقدر يا جماعة أنام وأصحى في وقت ثاني يعني فمثل ما شوفوا نقدر نختار أي وقت أو البطارية يا بوي بطارياتك بتخترب عليك نوفرد أن تبهي البطارية حين أخذنا خلاص الأشياء المكان اللي هناك صخرة معنا بالي بيت بس طلع صخرة كأنه بعد السيارة شوي برت تفقد سرعتها بنيت أحس الموضوع هذا فبرت السيارة شوي شوي أحسها ما عارت سريعة مثل السابق والله سيارتنا يا جماعة بتموت أنا أتوقع نوقف هنا وخلال الحلقة الجاية نحاول أن نحن نضبط السيارة ونمشي ما نحن تقريبا معنا أشياء كثيرة هذا كيف أطفي؟ هذا كيف أطفي؟ أيوه خلنا نخزن أنا ما أدري كيف فعلينا أطفي الإضاءة حق السيارة بس أتوقع نراح وقف هناك ازروا لايك واشتراك اتولوا تحتلهم حلقات أخرى ونكمل مع بعض ونسأل سلسلة وكل حلقة تكون تقريبا عشرين دقيقة وفوك سلام